الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخين وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الإجزاء امتثال الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه المسألة التي أوردها المصنف ذكرها في مسائل الأمر ومناسبة ذكر هذه المسألة في الأمر أو في مباحث الأمر أن ثمرة امتثال الأمر هو الإجزاء فمن امتثل الأمر فإنه يكون قد أجزأ الفعل عن هذا الأمر وقبل أن نتكلم في كلام المصنف رحمه الله تعالى سأذكر مقدمة تتعلق بالإجزاء قد تبين بعض الإشكاليات عند بحث هذه المسألة في كتب الأصول أهل العلم يقولون إن الإجزاء صفة للمأمور وعندما نقول إنه صفة للمأمور إذن لا يوصف غير المأمور بهذا الوصف وهو الإجزاء وبناء على ذلك فإن عندنا أمران مهما أو فإن عندنا أمرين مهمين الأمر الأول أن العلماء يقولون هل يوصف كل مأمور بالإجزاء أم أنه خاص بالعبادات دون غيرها من المأمورات كالمعاقدات وغيرها جمهور العلماء أو جمهور الأصوليين يرون أن الوصف بالإجزاء خاص بالعبادات دون ما عده وقيل إن غير العبادات يوصف بالإجزاء ومن أمثلة ذلك قولهم إن من أعطى الوديعة لخادم المودع أو أهله فقد أجزأه فعبروا بالإجزاء في شيء ليس من العبادات وإنما هو من العقود والمعاملات ولكن الأكثر وهو الذي صححه المرداوي وغيره أن الإجزاء إنما هو خاص بالعبادات وإن استعمل في غيرها فهو إما لملاحظة أمر العبادة وذلك أن رد الوديعة فيها معنى العبادة إذ هي أمانة عند الشخص أو أنه من باب الاستعمال اللغوي وليس من باب الاستعمال الشرعي وهذه الفائدة أو هذا الأمر الأول الذي بينته لكم وهو مسألة أن الإجزاء يختص بالعبادات يجعلنا نرجع لمسألة مهمة جدا فقد تقدم معنا قبل في مباحث الحكم الوضعي الحديث عن أمور أربع فتقدم الحديث عن الصحة ويقابلها الفساد وتقدم الحديث أيضا عن القضاء والإعادة فهذه أربعة أشياء ومن عادة بعض الفقهاء أو من عادة بعض الأصولين بمعنى أصح أنه يورد مع هذه الأربع السابقة وهي الإعادة والقضاء والصحة والفساد يورد معها الإجزاء وأما المصنف فإنه أخر الحديث عن الإجزاء إلى هذا الموضع مع أن الأنسب أن يكون هناك لأن الجميع وصف للعبادة كما عبر القرافي وغيره فقال العبادة توصف بخمسة أو صف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القضاء والإعادة والإجزاء والإجزاء والصحة والفساد بينهما ترابط في المدلول ولذلك إذا رجعت أنت لما ذكره المصنف في معنى الصحة فإنك ستجد أن التعبير أن الحد الذي عرف به الصحة والخلاف الذي أورده هناك يكاد يكون مثل الخلاف الإجزاء تماما فقد ذكر بعضهم أن الصحة معناها امتثال المأمور وقال بعضهم إن الصحة هي سقوط القضاء وهذان الأمران في تعريف الصحة هما نفسهما المذكران في الإجزاء كذلك وينبني على اتحاد الأقوال في الصحة والإجزاء أن بعضا من الأصوليين يقول إن الصحة والإجزاء مترادثان لا فرق بينهما فحيث قلنا إن العبادة صحيحة فهي مجزئة وحيث قلنا إن العبادة غير صحيحة بمعنى أي فاسدة فإنها غير مجزئة وهذا أحد القولين أو الطريقتين في المسألة وقيل بل بينهما فرق وإن كان بينهما تلازم ووجه التلازم أن الصحة يلزم منها الإجزاء فالمتقدم الصحة والإجزاء بعده ولكن ما الفرق بينهما لأهل العلم طرق فمن الطرق طريقة ابن الحاجب فقد ذكر ابن الحاجب أن الصحة والفساد وصفان شرعيا بينما الإجزاء وصفان عقليا بينما الإجزاء وعدمه وصفان شرعيا ولذلك ذكر الصحة والفساد هناك والإجزاء هنا من باب المغايرة وقيل إن الفرق بينهما من جهة أن الصحة والفساد توصف بهم العبادات وغيرها بينما الإجزاء الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا يوصف به إلا العبادة في قول جماهير الأصريين وبناء على ذلك فإن محل الصحة يكون أعم من محل الإجزاء وقيل من الفرقات بينهما أن الصحة معناها عدمي بينما الإجزاء معناه وجودي وهذه معناها العكس وإلا فالمآل وحد أتيت بهذه المقدمة لكي نعرف أن الإشكال الذي قد يريده بعض الإخوان عندما يرى أن تعريف المصنف للإجزاء يكاد يكون شبيه بدرجة كبيرة بتعريفه للصحة فنقول إن كثيرا من الأصولين يرى أنهم مترادفة ومن رأى الفرق بينهما فإنه يرى الفرق بأحد من الأمور التي ذكرت لك قبل قليل ولكن مع اتفاقهم أن الصحة مستلزمة للإجزاء فبينهما تلازم لكن هل هم مترادفان أم هم متغيران هذه المسألة التي تكون ثمرتها في الغالب ثمرة اللفظية في الغالب لكنه الأثر من حيث التلازم ولذلك فإن الأسب والأقرب طريقة القرافي في التنقيح وغيره حينما جعل الحديث عن الإجزاء مقرونا بالحديث عن الصحة والفساد وهو الأسب إذن هذه المسألة الأولى التي أردت أن أنبه لها وهي أن الإجزاء توصف بها العبادات وترتب على ذلك عدد المسالة أوردتها لك المسألة الثانية عندنا ثم نبدأ بكلام مصنف أن الإجزاء قلت لك أنه صفة للفعل المأمور أو بالإتيان المأمور به للفعل المأمور بالإتيان به وقد تقدم معنا أن الأمر يشمل الوجوب والندب معا وبناء على ذلك فإن أصح قولي العلماء من أهل الأصول أن الإجزاء يطلق على الواجب ويطلق على المندوب كذلك فالمندوبات توصف بكونها مجزئة ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن ضحى بالسن الذي تكون دون السن الواجب الشرعي قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك مع أنها في سنة وليست في واجبة أو في عبادة وفعل مسنون وليس في فعل واجب وبناء عليه فإن التعريف الذي سيورده المصنف أو أحد التعريفين أن الإجزاء هو سقوط القضاء في المندوبات يكون الإجزاء ليس سقوط القضاء وإنما سقوط الإعادة وذلك أن المندوب حتى وإن وقع باطلا بمعنى أنه غير صحيح أو فاسد فالأصد في المندوبات عدم القضاء وهذه القاعدة تكلمت عنها إلا ما ورد النص به كالسنن الرواتب والوتر عند بعض أهل العلم كمشهور مذهب أحمد لأن الرواية الثانية يرى أن الذي يفعل في النهار ليس قضاء للوتر وإنما هو في الحقيقة بدل عن الوتر ويستدلنا بالحديث الذي في مسند أحمد أظن أن تكلمت عنه قبل ذلك عندما تكلمنا عن قضاء السنن ولكنها تعاد حيث كانت وقتها مطلقا أو كانت مؤقتة بزمن فتكون في وقتها إذن هذا ما يتعلق بالمسألة التي أوردها المصنف وتكلمنا عنها يقول المصنف الإجزاء امتثال الأمر هذا أول التعريف أو أول التعريفين الذين أوردهما المصنف ولنسميهما تفسير فإنه أنسب من الوصف أنه تعريف فلا يصدق عليه حقيقة هذا الوصف بأنه تعريف وإنما التفسير قد يكون أنسب إذن التفسير الأول الذي أورده المصنف هو أن الإجزاء هو امتثال الأمر والتفسير الثاني الذي سيريده بعده أنه سقوط القضاء التفسير الأول صاغه المؤلف بقوله امتثال الأمر وبعض الأصوليين يعبر بسقوط التعبد كما عند البيضاوي وغيره وهذا مناسب لأجل أن يكون التفسيران متقاربين فيكون التفسير الأول سقوط التعبد أي بامتثال الأمر والثاني سقوط القضاء إذن أصبح عندنا تفسيران نبدأ بالتفسير الأول وهو قول المصنف رحمه الله تعالى امتثال الأمر والامتثال للأمر أي بفعل المأمور بالشروط التي أوجبها الشارع فيه وبالصفة التي ألزم الشارع بالإتيان بها وبذلك يكون الشخص قد امتثل الأمر ومن امتثل الأمر فقد سقط عنه التعبد لأن الإنسان إنما هو مأمور بامتثال الأمر على الصفة التي أوجبها الله عز وجل عليه أو ندبه إليها وهذا التفسير ذهب لترجيحه كثير من المحققين وممن صحح هذا التفسير من الحنابلة المرداوي وقال إنه الأصح وجزم به أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمة الله على الجميع وبينوا أن هذا التفسير هو الأنسب لأصول أحمد لأن الأمر عند أحمد لأن النهي عند أحمد وهو الذي عليه أهل الحديث كما سيأتنا إن شاء الله في نهاية الدرس اليوم أو غدا يقتضي الفساد وبناء عليه فكل من امتثل الأمر فإنه لم يفعل شيئا منهيا فحينئذ يكون مجزئا بناه على هذا الأصل ابن عقيل يقول الشيخ طبعا قبل أن ينتقل للتفسير الثاني ذكر ما ينبني على هذا التفسير فقال الإجزاء امتثال الأمري هذا هو التفسير الأول ثم بنى عليه قال ففعل المأمور به كلمة ففعل النسخ الخطية بعضها بالثاء وبعضها بالباء والأصوب أنها بالثاء ويبدو أن هذه النسخ الخطية قد وقف عليها المرداوي ولذلك فإن المرداوي في شرحه للتحرير وقد كان من أهم الكتب التي رجع لها المرداوي في التحرير الكتاب الذي نشرحه اليوم فإنه قد صرح أنها بالفاء فقال إن هي بفاء لأنها للتعقيب وليست لتتمت بيان التفسير يقول الشيخ ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا أي أن الشخص إذا فعل الشيء المأمور به الذي دل عليه الأمر بشروطه أي بالشروط الشرعية التي دلت عليه وألزم الشارع بها يحققه أي يحقق الإجزاء وبناء عليه فإنه يكون قد سقط عنه التعبد وأجزأه هذا الفعل الذي امتثل فيه للمأمور بهيئته كما أوجب الله عز وجل عليه وقول المصنف إجماعا أي باتفاق أهل العلم وقد حكى هذا الإجماع قبل المصنف والكلام هذا منقول بالمعنى منه الباق اللاني في التقريب وعبارة أبي بكر الباق اللاني يقول قال الكل من الفقهاء وعامة أهل العلم إنه يقتضي كون المأمور مجزئا إذا فعله على وجه ما تناوله الأمر فحكاه اتفاقا كما ذكر المصنف وكذا ينفسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار ابن الباق اللاني نعم هذا هو التفسير الثاني للإجزاء بأنه سقوط القضاء وهذا معنى قوله وكذا إذا فسر الإجزاء أي وكذا يحقق امتثال الأمر وكذا يحقق امتثال الأمر بفعل المأمور به بشروطه يحقق الإجزاء إذا فسرنا الإجزاء بالتفسير الثاني وهو سقوط القضاء والتعبير بسقوط القضاء يعني بعض الناس اعترض على هذه الجملة وهو الصفي الهندي ولكن هو اعتراض على الشكل فيقول الواجب أن يقال اندفع وجوب القضاء لأن القضاء أثر مترتب بعد ذلك فكيف يسقوط الشيء وهو لم يثبت بعد ذلك هذا هو التفسير الثاني وهذا قال به بعض الأصوريين وكثيرا ما يعمله بعض فقهاء الحنابلة كما أعمله القاضي في بعض المواضع وأعمله كذلك ابن المنجة في الممتع وغيره يقول المصنف عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم أن الشخص إذا فعل المأمور به فقد سقط عنه القضاء إذا عفوا أن المرأة إذا فعل مأمورا به فإنه يكون مجزئا في حقه إذا قلنا إن الإجزاء هو سقوط القضاء بينما كان عبدالجبار وأبو بكر الباقلان يقولان بخلاف ذلك فيقولون إننا إذا فسرنا الإجزاء بمعنى كونه سقوط القضاء فإن من امتثل المأمور لا نصف فعله بكونه مجزئا وإنما نقول إنه فعل الفعل المأمور به وسكت وإذلك يقول أبو بكر الباقلاني في التقريب في تبين قوله صراحة يقول كنا قلنا في مواضع من الأمال وغيرها أن الأشبه أنه لا يجزئ وفسرنا ذلك بأنه لا يدل على أن مثل الفعل الذي وقع لا يلزم بعده وأنه لا يمتنع أن يلزم مثل الواجب فيما بعد وكان يعني أبو بكر باقلاني في كثير من كتب يقول يجب أن لا تقول إن الفعل غير مجزئ وإنما تقول هو غير شرعي فإن الإجزاء بالنظر لهذا المعنى له دلالة مختلفة هذه المسألة قيل إن الخلافة فيها لفظي ذكر ذلك التاج السبكي في رفع الحاجب وقال إن الخلافة فيها لفظي ولا ثمرت له لكن وجدت أن الشيخ تقييدين أشار لخلاف مهم في المذهب قد يبنى على هذه المسألة وهذه المسألة الفقهية المشهورة هي مسألة من كان على ثوبه نجاسة ولم يجد ما يزيلها به كما إن يزيل النجاسة به ولم يجد ثوبا آخر يستبدل الثوب الذي فيه النجاسة فقال إنه يصلي بثوبه الذي فيه النجاسة وقبل أن أذكر الحكم أريد أن ننتبه أنه لما صلى بثوبه الذي فيه النجاسة حيث كان عاجزا عن إزالة النجاسة فإنه في الحقيقة يكون قد امتثل الأمر هو امتثل الأمر طيب لكنه لما امتثل الأمر حيث وجب عليه أن يأتي بالأمر على قدر حاجته هل تجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا آخر أم لا في المذهب روايتان أو قولا كلاهما منصوصا عن أحمد الرواية الثانية التي سأبدأ بها قالوا إنه لا يلزمه القضاء لما قالوا لأنه امتثل الفعل المأمور كما أوجب الله عز وجل عليه وما سقط وهو اجتناب النجاسة فإنه معذور فيه فحينئذ لا يلزمه القضاء وهذا الذي علل به الشيخ تقي الدين صراحة قال لأن الإجزاء هو امتثال المأمور على الصفة التي أمر الله وقد امتثل المصل المأمور على هذه الصفة والرواية الأخرى وهي المشهور عند المتأخرين أنه يجب عليه أن يصلي فيكون قد امتثل المأمور ومع ذلك يجب عليه قضاء العبادة ولو بعد وقتها إذا وجد سترة طاهرة يلبسها وسبب قولهم هذا قالوا لأن الذي يصلي وعلى ثوبه نجاسة فهو في حقه شرطان فعلى أحدهما مع القدرة على الآخر فهو يستطيع أن يزيل النجاسة بخلع ثوبه فيصلي عريانا ويستطيع أن يستر عورته بلبس الثوب النجس فهو في الحقيقة قد فعل امتثل الأممور لكنه خالف أمرا آخر أدى إلى لزوم إعادته وقضائه الصلاة بعد ذلك فيرون أنه يلزمه الإعادة في الوقت والقضاء بعده إذا وجد له سترة والحقيقة أن القول الأول أضبط في الأصول لأنهم صححوا أن الإجزاء هو امتثال المأمور فحينئذ فمن فعل المأمور على الصفة التي أذن الشارع بها فإنه لا يلزمه الإعادة وهذه القاعدة كرها الشيخ دائما الشيخ تقي دين أعني بأن الأصل كل عبادة فعلت على الوجه المأمور فلا يلزم قضاؤها ولا إعادتها مطلقا طبعا المذهب يفرقون فقط من باب الثائدة ولا أريد أن أخرج كثيرا في الفقه يفرقون بين من صلى في ثوب النجس ومن صلى عريانا فيقولون إن من صلى عريانا لعدم وجوده السترة لا يعيد ومن صلى في ثوب النجس لعدم قدرته على إزالة النجاسة فإنه يعيد قالوا لأن الأول غير واجد للسترة بالكلية فحين إذ لا تلزمه الإعادة فلم يكو قد فعل محظورا وأما الثاني فإنه واجد للسترة لكن السترة نجسة ففي حقه تعارض شرطان هو قادر على أحدهما والصواب لا شك هو القول بأنه لا يلزمه الإعادة والأدلة والقواعد الأصولية تدل عليه ولكن أوهمهم في ذلك كلام لأحمد وجهه الشيخ تقييدين في شرح المقدسي والحلواني وبعض الشافعية نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة هذه المسألة وهي من المسائل التي يترتب عليها أثر فقهي كثير ليست كالسابقة وإنما أثرها كبير وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء من فعل عبادة بعد وقتها المؤقت أو بعد انتهاء وقتها لكن نكون أوضح بعد انتهاء وقتها التي وقتت فيه وبذلك نعرف أن فعل العبادة لها ثلاثة أحوال بالقسمة العقلية الحالة الأولى يعني من فعل عبادة بعد انتهاء وقتها فبالقسمة العقلية لها ثلاثة أحوال إما أن يكون قد فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذر كسفر ومرض ونحوه وإما أن يكون قد فعل أخ عفوا قد أخر العبادة عن وقتها من غير عذر ففي الحالة الأولى تقدم معنا بحثها سابقا ونص المسألة التي أوردها المصنف لما ذكر هناك في مبحث الأحكام قال فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لا أو لم يمكنه لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه إذن إذا كان التأخير لعذر فقد تقدم بحثها والمسألة هنا فيما إذا كان التأخير عن الوقت لغير عذر إذن هاتنا المسألتان نفرق بينهما ما هي المسألة الثالثة سيلدها المصنف كذلك وهو إذا كان الأمر غير مؤقت وقلنا بالفورية فإن أول الوقت يكون كالتوقيت وسيأتي إن شاء الله في محله بعد قليل بإذن الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى الواجب المؤقت تعبيره بالواجب المؤقت ليخرج الواجب غير المؤقت وهو الواجب المطلق وسيورد المصنف رحمه الله تعالى حكم الواجب المطلق بعد هذه مباشرة وسيأتينا بعد قليل وقول المصنف الواجب المؤقت يشمل صورتين يشمل الحكم الواجب المؤقت المضيق الذي لا يشمل إلا العبادة وحدها دون ما عداها والواجب المؤقت الموسع فالحكم فيه ما سوى فصلاة المغرب عند بعض أهل العلم عند أكثر أهل العلم أنها واجب موسع من غروب الشمس إلى غروب الشفاق الأحمر وعند بعض الفقهاء يرون أن صلاة المغرب واجب مضيق لا تكفي إلا لها مع النداء حتى إن بعضهم قال لا يشرع إطالتها لكي لا يخرج وقتها إذن فصلاة المغرب اختلف أهي واجب مضيق أو موسع لكن في الحالتين هي واجب مؤقت فتدخل معنا في هذه المسألة يقول الشيخ الواجب مؤقت يسقط بذهاب وقته قوله يسقط بذهاب وقته محل ذلك إذا كان لغير عذر وأما إذا كان لعذر فقد تقدم الحديث عنها قبل ذلك في الكلام الأول للمصنف قوله عند الأكثر المراد بالأكثر أي أكثر الفقهاء كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى وعليه كثير من أصولي وفقهاء الحنابلة منهم أبو البركات وأبو الخطاب وابن عقيم وغيرهم كل هؤلاء يرون أنه يسقط بذهاب وقته يعني يسقط الوجوب ومعنى قوله أنه يسقط الوجوب ليس معناه أنه لا إثم عليه بل الإثم ثابت عليه لكنه لا يكون باقيا في ذمته بعد ذلك فليس في ذمته واجب هذا معنى أنه ساقط يقول المصنف نعم خلافا أو قرأتها نعم قال خلافا للقاضي ويعني بالقاضي القاضي أبا يعلى ونص على ذلك في العدة والمقدسي وإذا أطلق المقدسي عند الحنابلة فيقصدون به ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب الروضة والمغني وغيرها من الكتب العظيمة قال والحلواني والحلواني هم اثنان أبو الفتح وابنه طيب قال وبعض الشافعية أي وبعض الشافعية قال بذلك بل قيل إنه قول عامة الحنفية والمالكية أن الواجب لا يسقط قالوا بذلك ما الذي ينبني على هذه المسألة ينبني ما أورده المصنف وهي ثمرة كبيرة جدا ومهمة يقول المصنف فالقضاء بأمر جديد على الأول يعني أن العبادة إذا انتهى وقتها سقط الوجوب من الذمة أما الإسم فهو باق لكن هل يجب قضاؤها بعد الوقت نقول لا يجب بالدليل الأول بل لا بد أن تبحث عن دليل آخر يدل على لزوم القضاء بعد انقضاء العبادة المؤقتة فإن لم يوجد دليل سقط القضاء يقول وبالأمر السابق والمراد بالأمر السابق يعني بالأمر الذي دل على وجوب العبادة المؤقتة على الثاني أي الذين يقولون إن الواجب المؤقت لا يسقط بانتهاء وقته والقول الأول كما قلت لك هو الذي قدمه المصنف وهو أنه لا بد من أمر جديد يدل على القضاء وعند الحنابل قاعدة في الترجيح أو صيغة من صيغة الترجيح هو التقديم التقديم بمعنى أن القول الذي يريده أولا ما لم يصرح بترجيح القول المؤخر في الذكر فمعنى ذلك أن ما قدمه المؤلف صحيح عنده ولذا فإن بعض الحنابلة لم يصحح إلا بالتقديم فعلى سبيل المثال ابن رزين لما اختصر المغني لم يأتي بشيء اللهم إلا شيئا واحدا أنه أصبح يغاير بين ترتيب المغني في الروايات ولذلك دائما يقولون قدمه ابن رزين مع أن ابن رزين إنما فعل في كتابه فقط اختصار المغني وإنما أتى بشيء واحد وهو ترتيب الراجح من المرجوح بين الروايات عن طريق ذكر الأول بعد الثاني وتجد كثيرا في الإنصاف ما يقول قدمه ابن رزين إذن هذا القول الذي قدمه المؤلف ذهب له جمع محققي مذهب أحمد منهم أبو الخطاب وصرح بأنه القوي عنده مع أنه حكى عن شيخه خلاف ذلك وممن رجح هذا القول أبو الوفى بن عقيل وممن رجحه أيضا الشيخ تقي الدين بل قد ذكر الزركشي أن أكثر المحققين من الشافعية على هذا القول وأما القول الثاني الذي مشى عليه القاضي وبن قدامه فهو ظاهر المذهب فالمشهور عند المتأخري من الحنابل هو القول الثاني أنه يجب بالأمر الأول فكل عبادة مؤقتة يجب قضاؤها بعد انقضاء وقتها ما لم يدل دليل على السقوط على سقوط القضاء وأنها لا تقضى طيب ما الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة ينبني على هذه المسألة مسألة كثيرة جدا نبدأ بأول مسألة وهي الصلاة من فاتته صلاة حتى خرج وقتها فإنه في هذه الحالة أعني صلاة صلاة واجبة نعني الصلاة الواجبة لأن البحث إنما هو في الواجب المؤقت والمندوب المؤقت خارج عن هذه المسألة لأن المندوبات المؤقتة لا قضاء لها من تعمد من ترك صلاة حتى خرج وقتها فهل يقضيها بعد خروج وقتها أم لا نقول إن الدليل قد نص على أن من خرج وقتها بعذر فإنه يقضيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها وهذا الحديث في آخره يدلنا على أن كل عذر لفعل واجب مؤقت فإنه يدل على أنه يقضى بعد خروج الوقت لأنه علل بعلة فإن ذلك هو وقتها فكل عذر كالنوم وما في حكمه من الأعبال الأخرى كالنسيان في الصلاة وفي غيرها يدل على ذلك إنما الحديث أو حديثنا إنما هو إذا كان من غير عذر قلت لكم إن قاعدة المذهب أن الواجب المؤقت قضاؤه بالدليل الأول فقول الله عز وجل أقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة في وقتها ومن أخرها حتى خرج وقتها بلا عذر لزمه قضاؤها ولو طالت ولو جلس سنين طوالا فيلزمه قضاء تلك الصلوات كلها الرواية الثانية مذهب أحمد طبعا على هذا القول الجمهور وإن خالفوه من حيث التقعي في هذه المسألة الرواية الثانية مذهب أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين وبقوة وممن ألف فيها من المتأخرين ينتصر لها الشيخ حسن الشطي من الحنابل المتأخرين وهو تلميذ الروحيباني الدمشقي شارح الغاية وكلهما دمشقيان ألف رسالة في الانتصار لهذا القول وهو أن من تعمد خروج صلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها مع ملاحظة أن الشيخ لا يقول كل الأوقات بل يقول إن الأوقات المتناظرة وقتها واحد فمن فوت صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة المغرب سقط القضاء عليه إذا أخرها من غير عذر لكن لو أخرها إلى صلاة العصر وجب عليه القضاء ويستدل بأثر أبي بكر أنه قال كما في الصحيح إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار وله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل وهذا يدل على أن الظهر والعصر كالوقت الواحد فحينئذ لا تقضى ومشى على هذه القاعدة وطردها على أنه لا بد من أمر جديد مثال آخر ينبني على هذه المسألة صيام رمضان واجب وهو واضح وقد جاء في الكتاب أن من كان له عذر من مرض وسفر منحوه أنه يقضيه من أيام أخر فهل من تعمد إفطار يوم في نهار رمضان من غير عذر يلزمه القضاء أم لا الإثم لا شك أنه عليه والعقوبة هناك رواية في مذهب أحمد وهو قول مالكية أن من تعمد إفطار يوم في نهار رمضان من غير عذر فلا قضاء عليه بناء على هذه المسألة القول الذي قدمه المصنف وهو أن القضاء لا بد له من أمر جديد ولا يوجد أمر والآية إنما دلت على من كان له عذر فقط ويستدلون على ذلك بحديث روية عن أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا على إسناد طبعا على ضعف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه أو نحو مما روي عن نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والقول الثاني وهو المذهب قالوا لا بل الأصل وهو القول الجمهور عموما أن الأصل أن القضاء يجب بالأمر الأول وبناء عليه فمن تعمد إفطار يوم في نهاية رمضان الإثم باق والقضاء باق الإثم ثابت عليه والقضاء باق في ذمته بالأمر الأول وهو وجوب الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهكذا هناك يعني مسائل كثيرة جدا مبنية على هذا الأصل أو ردها العلماء يعني من المسائل لا نجد أن نكتب في الفروع مسألة الحج فإن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي وجب عليهما صيام صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا يعني بعد انقضاء الحج فمن أخر صيام الثلاثة للأيام الأول عن الحج وآخرها أيام التشريق الثلاثة فهل يقضيها بعد ذلك أم لا لأهل العلم فيها قولان والمذهب أنها تقوى فيصوم عشرة أيام بعد ذلك وقد جزم بتخريجها على هذه القاعدة الزركشي وقال بنان وهذه مبنية على أصلنا أن القضاء يجب بالأمر الأول وهكذا الفروع لهذه القاعدة كثيرة جدا وإذن هذه القاعدة مهمة نعم فضل وإن لم يقيد الأمر بوقت وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر فقال أبو الفرج المالك والكرخي هو كالموقت نعم يقول المصنف وإن لم يقيد الأمر بوقت بل كان الأمر مطلقا ليس مقيدا فإن العلماء كما تعلمون على قولين مر معنا في الدرس الماضي منهم من يقول إنه على الفور ومنهم من يقول إنه ليس على الفور فمن قال إنه ليس على الفور فلا تدخل هذه المسألة سيريدها المصنف لأنه إن فعله في أي وقت فإنه يكون أداء ولا يكون قضاء لكن إن قلنا إنه على الفور ولذلك قال مصنف وقيل على الفور أي وقيل إن الوجوب ليس على التراخ وإنما هو على الفور فحينئذ فإن الواجب عليه أن يأتي بالفعل المأمور به في أول وقته وهو عقيب العلم بالمأمور به حيث وجد شرطه كبلوغ واستطاعة ونحو ذلك فإن أخره عن وقته الأول فإن الوقت الثاني بعده يسمى قضاء عندهم أو في حكم القضاء وذلك يقول وقيل على الفور وهذا ذكرناه في الدرس الماضي ما الذي سرتبع الفورية قال فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر أي عند أكثر العلماء حتى الذين قالوا إن القضاء في الواجب المؤقت لا بد له من أمر جديد حتى أولئك قالوا هنا إنه يكفيه القضاء بالأمر الأول بناء على هذا الأمر وقال أبو الفرج المالكي والكرخي هو كالمؤقت أن يجري فيه الخلاف السابق لا أنه مجزوم بأنهما يريان أنه لا بد من أمر جديد لأنه نقل على الكرخي في كتب الحنفيه التصريح بذلك أنه يبنى الخلاف على الخلاف السابق خلافا لبعض الشراح من شراح المقصر بالحاجب الذين يظنوا أن أبو الفرج والكرخي كلاهما يجزم بأنه لا بد من أمر جديد في الواجب الذي يكون موسعا حيث قلنا إنه على الفور نعم مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر نعم هذه المسألة من باحث الأمر التي لها تفريعات عند العلماء وهذه المسألة صورتها أن يأمر الشارع ونعني بالشارع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يخاطب الناس أن يأمر الشارع أحدا بأن يأمر غيره بفعل فالآمر هو الشارع الله عز وجل والمأمور وهو الثاني يسمونه وهو في الحقيقة المأمور الأول هذا هو المأمور بالبلاغ والمأمور بالفعل هو الثالث إذن عندنا الأول والثاني والثالث الأول هو الآمر والثاني هو المأمور بالبلاغ والتبليغ والثالث هو المأمور بأن يفعل هذا الشيء فأصبحوا ثلاثة قوله الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء معنى قوله إنه ليس أمرا بذلك الشيء أي أن الثالث الذي أمر بالفعل لا يكون هذا الشيء المأمور به واجبا عليه ولا مندوبا وإنما يكون من باب الإرشاد فحسب وهذا معنى قوله ليس أمرا بذلك لأن الأمر عندنا يشمل الوجوب والندب كما تعلمون إذن الأمر بالأمر فيه أمرا أمر من الشارع للثاني وهذا الأمر على الوجوب إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأن يأمر غيره بشيء فيجب عليه أن يأمره وأما الثالث فليس واجبا عليه أضرب مثالا ثم آتي للخلاف المسألة أشهر مثالا في هذا المسألة حديث عمر بن شعيب عن نبيه عن جدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فالآمر الأول هو الشارع والمأمور الأول وهو المأمور بالأمر هو الولي والمأمور بالفعل هو الصبي الذي يكون ابن سبع إذن الولي مأمور أمر وجوب أن يأمر أبناءه بالصلاة وأما الصبي فليس واجبا عليه بل ولا مندوبا لأنه ليس محل للتكليف ممر معنا هل شرط الندب التكليف ذكرنا هناك في مبحث الأحكام التكليفية إذن هذا أشهر مثال ينطبق عليه هذه المسألة قبل أن أنتقل للأمثلة في هذه المسألة قول مصنف هنا الأمر بالأمر ليس أمرا به ذكرت لك قبل قريب أنه لا بد أن يكون المأمور أن يكون الآمر هو الشارع فمن باب القسمة لكي نفرق بين مسألتين العلماء يقولون أن المأمور بالأمر أحد أمر أحد شخصين إن كان نبيا فهذه مسألة أخرى بأن يأمر الله نبيه بأمر كما في القرآن من أوامر الله عز وجل لنبيه الكثيرة بأن يبلغ وستأتينا هذه المسألة على سبيل انفراد وليست داخلة معنا وهي مسألة هل المأمور بالخطاب داخل في الخطاب أم لا وستأتي في كلام مصنف إن شاء الله ربما الحال الثاني إذا كان المأمور بالأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أحد المكلفين كالصحابة ومن بعده من الأولية فإنه في هذه الحال هو المراد بهذه المسألة طيب هذه المسألة أورد المصنف رحمه الله تعالى فيها قولا واحدا فقط وأشار للقول المخالف فالقول الأول أنه ليس أمرا به وذكر أن هذا القول هو قول الأكثر ممن جزم بهذا القول أبو محمد بن قدامة في الروضة جزم به المرداوي جزم به ابن مفلح جزم به في المسودة بل قال السفارين قد جزم علماؤنا بذلك من باب الجزم القول الثاني أن الأمر وهو الذي يقابل قول المصنف الأكثر من هم الأقل الذين قالوا بخلاف ذلك أن الأمر بالأمر أمر وهذا القول نسب للحنفية ونسبه المرداوي للعبدري وابن الحاج هناك قول ثالث في الحقيقة هو أجود الأقوال وسأذكر لك لماذا في التطبيقات إن شاء الله وهذا القول هو الذي قاله ابن القيم وقد أخذه ابن حجر بمضمونه وأتى به في فتح الباري وقال الصواب التفصيل وهذه هي طريقة المحققين في المسألة فيقول ابن القيم في حاشية السنن إن فصل النزاع في هذه المسألة أن المأمور الأول الذي هو الرجل الثاني أن المأمور الأول إذا كان مبلغا محضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يبلغوا عنه بعض الأمور كقوله مرهاف التصبر ونحو ذلك فإنه يكون أمرا من الشارع به أي بذلك الشيء وإن كان غير ذلك فإنه لا يكون مأمورا به ليس الأمر بالتبليغ من باب تبليغ الغائب غير الحاضب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من ذلك الأمر العام فإنه يكون ليس أمرا به وذكر أن هذا هو فصل الخطاب في المسألة بعض أهل العلم يحكي هذا القول بطريقة أخرى فيقول إن القرينة حيث وجدت فإنه في هذه الحال تدل على المراد وهذه مفهومة من كلام صاحب المسودة لما قال إن الأمر بالشيء ليس أمرا به إلا بدليل أي حيث دل الدليل عليه فهذه كلمة إلا بدليل ففاضة لكن تفصيلها كما ذكر ابن القيم في شرحه لتهذيب تهذيب السنن لأن السنن لأبي داود هذبها المنذري ثم هذب التهذيب ابن القيم ثم شرح تهذيبه هو للتهذيب للسنن فيختصرون فيقولون شرح تهذيب السنن وإلا هو حقيقته حاشية على تهذيب تهذيب السنن من فروع هذا المسألة واضح المسألة ذكرناها قبل قريب وهي مروا أبناءكم بالصلاة لسبع هذا مثال واضح تنطبق فيه القاعدة من الأمثلة مثال هو محل الإشكال وهو ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عن لما طلق زوجته وهي حائض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه عمر مره فليراجعها فعلى القاعدة التي قدمها المصنف وجزم بها الواجب أن يكون الأمر هنا للإباحة فمباح لمن طلق زوجته طلاقا بدعيا باعتبال الزمن بأن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه يباح له أن يراجعها من باب الإباحة مع أن المعتمة المذهب أن هذا الأمر أمر وجوب فيجب عليه أن يراجعها لظاهر النص مره فليراجعها ويقول إن الطلاق واقع وهو الذي دل عليه الحديث لأنه قال فليراجعها والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق بل قثبت عن ابن عمر وعن نافع وعن أيوب وكثير من أصحاب ابن عمر أنها حسبت على ابن عمر تطلقه لكن الرجعة هنا حكم منفصل طيب قوله مره فليراجعها هذه محمولة على أن فما هو توجيهه على القاعدة قال المؤلف وهو ابن اللحام في قواعد الأصورية هذا مشكل على قواعد المذهب لكن نقول له توجيهان على التفصيل الذي ذكره ابن القيم فإن عمر حينئذ يكون مأمورا أمر تبليغ غائب مره فليراجعها من باب تبليغ الغائب فيكون كأن الخطاب قد جاءه من ابن عبد الله سلم فيكون على الوجوب فحينئذ حل إشكال أو نقول على قول ما ذكره ابن قدامى وصاحب المسودة إلا بوجود دليل فيبحثون عن دليل يدل على ذلك فذكروا أن الدليل الذي يدل على لزوم الرجعة فعل ابن عمر رضي الله عنه لما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ابن عمر كما جاء في بعض الآثار أظن عن ابن شيب نسيته الآن كان يلزم بها أي بالرجعة ويأمر من طلق في الحيض أن يراجع وجوبا ففهم من الأمر الوجوب فيكون حينئذ اللزوم الرجوع بناء على فهم الصحابة وقضائهم رضوان الله عليهم نعم مسألة الأمر بالما هي ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدين نعم هذه المسألة من المساء المشكلة حقيقة وقبل أن أبدأ بهذه المسألة وشرحها يعني لي أذكر مسألة تكون مشوقة لثمرتها فإن الرازي لما ذكر هذه المسألة وهو أول أو من أشهر من درجة عنده هذه المسألة ذكر أن هذه المسألة قاعدة شرعية برهانية أي عقلية أنها قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية لماذا قدمت هذه المقدمة لكي تعلم أن هذه المسألة ان تعبت بعد قليل في فهمها والتصور الإشكال فيها فاعلم أن كثيرا من القواعد الفقهية تنبني عليها من القواعد الفقهية التي قيل إنها تنبني على هذه القاعدة قيل قيل إن قاعدة الزيادة عن الواجب التي تقدمت معنا كالطمأنين مثلا هي مندرجة تحت قاعدتنا هنا أن قاعدة الأمر بأوائل المسميات التي تذكرها القرافي مندرجة تحت قاعدتنا هذه أن الأمر بالشيء هل هو أمر بلازمه الذي لا يتحقق إلا به نص الحصني في كتابه القواعد أنها مندرجة تحت هذه القاعدة ومتفرعة عليها بل إن كثيرا من فروعات ما لا يتم الواجب إلا به هي مندرجة تحت هذه القاعدة طيب نبدأ بهذه القاعدة باختصار بحسب ما يسمح به الوقت لضيق الوقت يقول الشيخ الأمر بالماهية المقصود بالأمر بالماهية مأخوذ من ما هو الشيء ما هو الشيء فالأمر بما بكونه الشيء وأصله هذا هو الأمر بالماهية الإشكال في هذه المسألة أن هذه المسألة اختلف فيها اختلافا يصل إلى حد التناقض فالرازي يقول إن الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزياته بينما الآمد يقول لا يتصور الأمر بالماهية إلا بالأمر بشيء من جزياته يقول لا يتصور في العقل عقلا لا يوجد هذا الشيء فهو نقيض ليس مجرد حكم حلال وحرام بل يقول العقل لأنها قاعدة برهانية عقلية يقول لا يوجد هذا الشيء بعض أهل العلم أراد أن يجمع بينهم في الفرق طبعا سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في الفرق بين الكلي والكل والكلية لكن لا أريد أن أذكره الآن هنا لكن سأذكره فيما بعد لكن باختصار سأوجز أن عبارة الأمر بالماهية له دلالتان فحيث عرفت هاتين الدلالتين إن حل عندك الإشكال الذي بين الآمد وبين الراز الدلال الأولى الأمر بالماهية هو الأمر بالماهية المجردة ومعنى قولنا إنه أمر بالماهية المجردة أي أمر بفعل الشيء بشرط ألا يكون معه شيء شيء آخر يعني هذه الماهية المجردة هي التي يقول عنها الآمد إنها لا توجد إلا في الذهن ولا يمكن أن توجد في الفعل لا يمكن أن توجد في الواقع هذه التي قصدها الآمد وتسمى الماهية المجردة النوع الثاني الماهية المطلقة والأمر بالماهية المطلقة معناه الأمر بالشيء من غير اعتبار شيء معه شف الأولى بشرط أن لا يوجد معه شيء هذا من غير اعتبار أن يكون أو أن يوجد معه شيء فسواء موجد معه شيء أو لم يوجد يكون امتثال للأمر لكنه زائد عن الحد الواجب الذي أمر به إذن هما أمران وليس أمرا واحدا إذا عرفت ذلك فإنه مسلم عند كثير من العلماء أن كثير من اختلاف العقلاء إنما مرده للاشتراك في الألفظ والآمد والراز بينهما خلاف كثير وهناك كتاب سيطبع قريبا موجد مؤخرا في المسائل التي اعترض بها الآمدي على الراز فبين الآمدي والراز كثير من الاعتراضات ولعل الخلاف في هذه المسألة هو من اختلاف سببه الاشتراك في الدلالة فكل واحد منهم قصد أمرا يختلف عن مقصود الآخر وهذا التوجيه هو الذي وجهه الشيخ تقي الدين فإنه وجهه بكلام طويل في درء التعارض فقد صوب كلام الراز وصوب كلام الآمدي ولكنه قال إن كلام الراز محمول على الماهية المطلقة وأما الآمدي فإنه محمول على الماهية المجردة فلا يمكن أن تمتثل الماهية المجردة إلا بفعل بعض جزئياته وهذه المسألة تنحل وذلك أجاد الشيخ تقي الدين في فهمه للمسألة وفي تصوره لها إذن فالخلاف الذي أورده المصنف هنا تبعا لابن الحاجب أو تبعا لغيره أيضا كثير هو في الحقيقة نتيجته يعني ليست خلافا كبيرا نرجع لكلام المصنف يقول المصنف الأمر بالماهية طبعا المراد بالماهية الماهية الكلية وليس الكل طبعا والمراد بها الكلية الطبيعية لأن الكليات طبيعية ومنطقية وعقلية الطبيعية هي المراد بها المطلقة وأما العقلية والمنطقية فقد صرح التاج السبكي أنها لا يمكن أن توجد الماهية العقلية والمنطقية إلا في الذهن وهي التي نسميها قبل قليل سميناها بالماهية ماذا؟ المجرد طيب قال الأمر بالماهية أي الكلية الطبيعية ليس أمراً بشيء من جزئياته طبعاً هنا عبر مصنف بالجزئية ولم يعبر بالأجزاء لأن هناك فرقاً بين الجزئية والجزء لأن الأمر بالشيء أمر بجزئه لكنه ليس أمراً بجزئياته لأن الجزء هنا في مقابل الكل بينما الجزء بمعنى البعض نبه للفرق بين التعبيرين القرى في كتابه الجليل الفروق وكتابه الفروق هذا من أجل كتب التي ألفت في ذلك العصر فالربما لم يؤلف بعده مثله طيب قال ليس أمراً بشيء من جزئياته طيب وإنما هو أمر بماذا؟ إنما هو أمر بنفس الماهية الكلية الطبيعية التي هي الماهية المطلقة الماهية المطلقة معنى هذا الكلام إذا أمر الشرع بالصلاة فكل شيء يصدق عليه أنه صلاة فهو الواجب في كلام المكلفين إذا أمر الشخص وكيله أن يبيع ويسكت فكل بيع يبيعه صحيح سواء بثمن غال أو بثمن معتاد أو بثمن مغبون فيه لأنه أذن له بالبيع ولا مقيد للمطلق من الأمر وإنما أمر بالكلية العامة وهو الماهية بالبيع المطلق إذن هذه القاعدة تتفرى عليها مسائل ما لا يتم الواجب إلا به قول مصنف عند ابن الخطيب كلمة ابن الخطيب هذا مصطلح مشهور جدا في كتب التفسير وفي كتب الأصول دائما إذا أطلقوا ابن الخطيب فيقصدون به الفخر الرازي دائما يسمى بابن الخطيب لأن أباه يبدو أنه كان خطيبا في الري ربما ذلك قال عند ابن الخطيب وغيره أي وغيره من العلماء هذا ذهب له كثير من الأصوليين ويسمونهم أتباع الرازي لأن الرازي في المحصول ألف كتابا بنيت عليه عشرات الكتب التحصيل الأرموي بأخوذهم من المحصول والآن خرجت مجموعة كتب تسمى الكتب المبنية على المحصول طلع منها أربعة أو خمسة كتب في سلسلة واحدة كلها مبنية على كتاب الرازي ونادرا أو قليلا ما يعترضون على كتابه هذا القول اللي هو قول الرازي جزم به ابن رجب في القواعد جزم به كثير من الحنابلة وأما قول الآمدي فهو أيضا كما ذكرت لك وقلت لك أن الشيخ تقي الدين صحح القولين فذكر قول الرازي وقال هو صحيح لكن لا يلزم إذا لم يكن أمرا بشيء من المعينات أن يكون فاعل معين ممتثلا ثم ذكر قول الرازي بعد ذلك وقال وهذا صحيح أيضا باعتبار دون اعتبار وذكرت لكم هذا الكلام نحن فضل مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مال يعادة من التكرار من تعريف أو غيره والثاني غير معطوف مثل صل ركعتين صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضي وبالبركات أكثر الشافعية وقيل تأكيد واختاره بالخطاب المقدسي وقيل بالوقت نعم هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بتكرار الأمر بمعنى أن صيغة الأمر تكرر أكثر من مرة مثالها ما أورده المصنف إذا جاء الشارع فقال صل ركعتين صل ركعتين هذا مثالها في كلام الشارع لو وجد في كلام المكلفين لو أن شخصا قال لوكيله اشتر بدرهم هل هو شراء بدرهمين أم هو شراء بدرهم واحد هذه المسألة إنما تجري عند الذين يقولون أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وأما الذين يقولون أن الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقولون أنه لا ثمرة لها صرح بذلك القاضي أبو يعلى وغيره فقالوا أن الذين يقولون أن الأمر يقتضي التكرار فبالصيغة الأولى يقتضي تكرار الفعل أكثر من مرة وأما الذين يقولون أنه لا يقتضي التكرار فيرون هذه الصيغة هل هي قرينة على التكرار أم لا إذن جريان الخلاف الذي سيريده المصنف إنما هو عند الذين يقولون إن الأمر المجرد أن الأمر المطلق ليس للتكرار بدأ المصنف في ذكر صورة المسألة فقال الأمراني الأمراني يعني أن تأتي صيغة الأمر المتعاقبان يقابل المتعاقبين غير المتعاقبين فغير المتعاقب لا يدخل معنا ما معنى غير المتعاقب؟ غير المتعاقب هو أحد أمرين له صورتان الصورة الأولى أن يأتي بالأمر الأول ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يأتي بالأمر الثاني فيكون الأمرا غير المتعاقبين الصورة الثانية أن يأتي بالأمر الأول ثم يمتثل المأمور الأمر ثم يأتي به مرة ثانية فحينئذ لا يكون متعاقب بلين بينهما فاصل وهو الامتثال وعندما نقول إن الأمرين لا بد أن يكون متعاقبين ليس المراد بالتعاقب التوالي بأن تكون متصلة صلي صلي وإنما المقصود أن تكون متعاقبة لا فصل بينها فصلا طويلا ولا بامتثال للمأمور هذا المراد عندهم وقوله بمتماثلين يقصد أن المأمور فيهما واحد وليس المقصود الصيغة وإنما المأمور به فقد يقول مرة افعل ومرة يقول لتفعل ولكن المقصود بالمأمور فيكون متماثلا ويقابل غير المتماثل غير المتماثل فلو قال صلي يومين وصلي ركعتين وصم يومين فهما غير متماثلين فلا يدخل معنا وإذا كان غير متماثلين أو غير متعاقبين فكل أمر يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد وجها واحدا ثم قال الشيخ رحمة وتعالى ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره هذا القيد الثالث وهو أن لا يوجد مانع من التكرار وهذا المانع قد يكون لغويا وهو الذي عبر عنه مصنف بالتعريف وقد يكون غير لغوي نبدأ أولا بالتعريف بالمانع اللغوي الذي أورده المصنف قال ولا مانع عادة من التكرار من تعريف من تعريف يعني أن يكون معرفا بأل فإن أل هذه تدل على عدم التكرار فلو قال شخص لوكيله أعطي زيدا الدرهمة أعطي زيدا الدرهمة فأل هذه تدل على هذا العهد فحينئذ يدل على عدم التكرار لأنه درهم واحد خالف بعض الأصوريين في أل هذه وقال أنها تفيد الجنس ولا تفيد التكرار لكن ردوا عليه منه وأشهر من نقل عن هذا هو الرازي قوله أو غيره أي ولا مانع عادة من التكرار من غير اللغة فاللغة كالتعريف ومن غير اللغة من أمثلة غير اللغة قالوا الدلال الحالية فقد يدل الحال على أنه إنما قصد التأكيد ولم يقصد التأسيس فيكون مفيدا للتكرار كأن يكون رجل عطشان ومن شدة عطشه يكثر الكلام بطلب الماء فيقول أسقني ماء أسقني ماء أسقني ماء فيكرر فالدلال الحالي تدل على أنه يريد ماء واحدا يدفع عطشه لا أنه يكرر عليه بكثرة الأكواب وبكثرة السقيا فالدلال الحالي تدل على أنه قصد غرضا معينا وهو دفع العطش عنه ولو كرر الطلب فتكرار الطلب هنا محمول على التأكيد على المعنى لا على التأسيس وطلب التكرار نعم هذا هو القيد الثالث القيد الرابع الذي أورده مصنف قال والثاني غير معطوف فلو كان معطوفا فقال صل ركعتين وصل ركعتين فلا شك أن العطف حينئذ يدل على التأسيس ولا يدل على التأسيس ولا يكون داخلا في الخلاف هذه المسألة وجها واحدا وينبني عليه مسألة الطلاق فإن هناك فرقا وسأتي بعد قليل فرقا بين أن يقول أنت طارق أنت طارق وبين أن يقول أنت طارق وأنت طارق فإن الواوى هنا تدل على التأسيس والتكرار ولا تدل على التأكيد ذكر المصنف الخلافة فيها فأورد أقوالا القول الأول قال قيل معمون بهما طبعا عبر المصنف بقوله قيل ولم يجزم به لأن المصنف يرى أصلا أن الأمر للتكرار للتكرار فهذه المسألة كلها ليست داخلة وإذا كعبر بقيلا قال قيل معمول بهما أي بالأمر الأول صلي ركعتين وبالأمر الثاني صلي ركعتين فيكون مأمورا بصلاة الركعتين مرتين قال واختاره القاضي طبعا اختار القاضي في بعض كتبه وهو الروايتين والوجهين لأنه في هذا الكتاب اختار أن الأمر ليس للتكرار الأمر المطلق ليس للتكرار ولكن إن كرر اللفظ فإنه يدل على تكراره قال وأبو البركات يعني بأبو البركات المجد بن تيمية وأكثر الشافعية وقول المصنف إنه قول أكثر الشافعية اعتبع فيه غيره ومن أعلم الشافعية بأصحابه أبو إسحاق الشيرازي فإن أبو إسحاق في شرح اللمع نسب هذا القول لبعض الشافعية واختاره هو ولم يقل إن أكثر أصحابه يدل عليه ولكن على العموم قد يقول لنقول كثير من الشافعية ربما قال وقيل وهذا هو القول الثاني تأكيد أي أنه تأكيد للأمر الأول ولا يفيد التكرار واختاره أبو الخطاب لأن أبو الخطاب أيضا لا يرى أن الأمر المطلق يفيد التكرار والمقدسي ويعني بالمقدسي ابن قدامى رحمه الله تعالى قال وقيل وهو القول الثالث بالوقفي وهذا القول وهو القول بالوقفي قال به أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد الذي هو أصل التمهيد لأبو الخطاب الكلوذاني ولكن أبو الحسين البصري كان بناه على أصول معتزلة وأبو الخطاب جعله على أصول أحمد قال وقيل بالوقف فقد صرح أبو الحسين البصري بالوقف ونسب هذا القول للأشاعر نسبه المرداوي ويحتاج إلى مراجعة بالوقف معنا أنه لا ندري هل يدل على اتكرار أم لا فننتظر حتى يدل دليل خارجي عليه هذه المسألة هل ينبني عليها خلاف أم لا نقول نعم ينبني عليها خلاف وخاصة في كلام المكلفين من أشهر المسألة التي بنيت عليه قالوا قول الرجل لزوجه أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق هل تدل على التكرار أم لا صرح بعض الفقهاء على بنائها عليها ممن صرح بذلك المازري في كتابه العظيم شرح التلقين وكتاب المازري هذا طبعا المازري ينطق بنطقين المازري والمازري ولكن أرجح النطقين وأولاهما الفتح فتقول المازري وكتابه كتاب عظيم وجد بعضه وفقد بعضه طبع من هؤلاء ثمان مجلدات وهو كتاب شرح التلقين في مذهب المالكية والتلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر وهو كتاب عظيم جدا حتى إن ابن بوزيزة لما أراد أن يشرح التلقين قال في المقدمة قال والتلقين لم يشرح وأما شرح المازري فليس شرحا وإنما هو كتاب مذهب يقول المذهب كله في هذا الكتاب فهو مليء بالضوابط والأصول ولذا فإن الوين شريسي في كتابه القواعد المسمى بإضاحة المسارك أظن إنما جمع قواعدهم من كتاب المازري هذا فاستخرج عدد من القواعد الفقية منه وبناها عليه كما أن بعضهم استخرج أظن نسيت الآن أظن العلاي أو الثاني استخرج قواعد من الرافع من كتاب العزيز للرافع باعتبار أنه حوى كثيرا من قواعد الفقية عندهم على العموم هذا الأصل صرح بهذا البناء والمذهب فيه روايتان بناء على ذلك طبعا هناك أيضا مسألة أخرى بني وأغلبها في كلام المكلفين مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضي وابن عقيل نعم هذه المسألة مشهورة عند الأصولين باسم مسألة التفويض ومعنى التفويض يعني أنه يفوض للمكلف الفعل وترك الفعل وسيأتي إن شاء الله في الأخير هل توجد لها تطبيقات أم لا توجد لها تطبيقات قول مصنف يجوز شف خذ قاعدة أي كتاب فقهي يعبر بالجواز فيعني بالجواز الحكم التكليف المعروف وهو جواز الفعل والترك والتردد والتخيير بين الفعل والترك بينما في كتب الأصول إذا أطلق لفظ الجواز فإنه يقصد به الجواز العقلي وهذه ذكرتها أكثر من مرات مرتين أو ثلاث كل ما يسمى جوازا في كتب الأصول فالمراد به الجواز العقلي لماذا نبهت على هذا؟ لأن المصنف إنما بحث في مسألة هل يجوز عقلا ذلك أم لا يجوز عقلا وأما الوجود فهو الذي سنتكلم عنه عندما ينتهي الحديث عن هذه المسألة باختصار طيب صورة هذه المسألة كما ذكرت لكم أنه هل يمكن أن يوجد أمر من الشارع مفوض إلى المكلف الاختيار بين الفعل والترك أم لا طبعا هذه المسألة تختلف عن مسألة الواجب المخير لأن الواجب المخير ليس مخيرا بين الفعل والترك وإنما مخير بين فعل أحد الخصال بين فعل أحدها لا ترك الجميع وقد بنى القاضي هذه المسألة على تلك والأقرب أنها دليل لها فالذين منعوا في تلك المسألة إنما بنوا قولهم على المنع العقلي في هذه المسألة طيب يقول الشيخ يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور هنا مناسب أن نذكر مسألة وهو أن هذه المسألة قلنا إن بحثها في باب الوجود الجواز العقلي وأما الوجود الشرعي فإنه يتصور فيما إذا كان الأمر أمر ندب وهذا بإجمع عجوز فإن المندوبات كلها أو فإن المندوبات كلها مخير المرء بين فعلها وتركها مع أنه مأمور بها ونحن نقول إن المندوب مأمور له بقي عندنا التخيير في الأمر الواجب لماذا ذكرت هذين القسمين لأن الشيخ تقييدين ذكر أن بعضهم يخص الخلاف بالمندوب وبعضهم يجعله في الأمرين قال وهذه هو ظاهر كلامهم قولهم معلقا باختيار المأمور أي الذي وجه له الخطاب بالفعل ومأمور بالفعل فهو مخير بين الفعل والترك نعم قال ذكره القاضي يعني القاضي أبو يعلى ونص عليه في العدة وابن عقيل وصرح به في كتابه الواضح وممن جزم بذلك ابن حمدان وغيرهم وقول المصنف إنه ذكره لم يذكر فيه خلافا مع أنه يوجد خلاف عند بعض العلماء حكاه بن عقيل فقد حكى بن عقيل عن بعض المعتزلة أنهم يقولون لا يجوز ذلك وبنوا عليه أنه لا يجوز الواجب المخير الذي تقدم ذكره وقد تردد التاج السبكي في جمع الجوامع هل يجوز ذلك أم لا قال فيه تردد ولم يجد جوابا فهو متوقف فيكون هذا قولا ثالثا وهو التوقف مع أن كثير من شراح جمع الجوامع كالمحلي والرجراجي وكثيرون كلهم جزموا والكوراني وزكريا في اختصار الجمع الجوامع الذي هو لب الأصول كلهم جزموا أن الصواب جوازه كما جزم به المصنف هو الذي جزم به الحنابل ما هي ثمرة هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن هذه المسألة إنما تبحث الجواز العقلي فقط وأما الوقوع في الأحكام التكليفية فلم تقع فلا ثمرة لها في الأحكام التكليفية قال لكن تشبهها مسألة من باب الشبه هي ليست هي لكن فيها شبه بها قالوا إذا قال الشارع أحكم بما شئت فحينئذ أنت مخير بين الفعل والترك مثل ما قيل لسعد بن معاد أحكم في اليهود فيحكم بهم بما شاء يقول هذه تشبهها وقد نقول إنها يعني مندرجة تحتها لكنه جزم أنه لا وقوع لهذه المسألة وإنما البحث كله في الجواز العقلي وذلك اختصرنا فيها نعم فضل مسألة لمن شاء هذه المسألة تعليق الحكم على المشيئة هل يدل على ذلك أم لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال بين كل صلاتين بين كل أذانين صلح بين كل أذانين صلح وجاء أنه قال لمن شاء وقال مثلها أيضا في صلاة المغرب خصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء هل هذا يدل على التخير أم لا فالذين يقولون إنه يدل على التخير فهو يقولون أمر خير بين الفعل والترك لكنهم لا يحملونه على الوجوب وإنما يحملونه على النتب فيقولون أمر خير بين الفعل والترك لكنه مندوب فيكون مستحبا وقد ذكرت لكم أن التخير في المندوبات موجود وإنما في الواجبات هو الذي لا يوجد له مثال طيب نرجع لهذه المسألة وهي مسألة صلوا بين المغربي بين كل أذانين صلح أو صلوا بين أذان المغربي بين أذان المغرب لمن شاء التخير بين الفعل والترك هل يبقيه أمرا أم لا فيه روايتان في المذهب فالمشهور من المذهب أن صلاة ركعتين بين أذان وإقامة المغرب إنما هو مباح وليس سنة فليس مسنونا لكن من صلى له أجر بمعنى أنه يصلى لا لكونه بين أذان وإقامة وإنما يؤجر عفوا يؤجر لأجل أنه صلى ركعتين فليست هناك سنة بين الأذان والإقامة والرواية الثانية في المذهب أن هذا التخير هو إبقاء للأمر فحينئذ يبقى الأمر مندوبا فيكون مسنونا صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة للمغرب ويكون كذلك يبقى أمرا لكنه مخير بين الفعل والترك فلا تعرض والأنسب لقاعدة الباب الندب وعدم الإباحة لكن المذهب ربما علقوها على ذلك نعم مسألة يجوز أن يرد الأمر طبعا طبعا يعني الأمثلة كما قلت لكم إنما هي أمثلة ماذا في المندوبات دون الواجبات لكن ربما نقول أمر يعني بما نناسب قبل أن ننتقل المسألة الثانية يعني لا أريد أن نطيل في هذه المسألة أنا أظن أن الأصوليين بحثوا هذه المسألة لأجل نكثة عقدية وذلك أنه ينبني عليها مسألة عقدية وهو تعليق الله عز وجل الإيمان على المشيئة ففي بعض الآية يقول الله علق الله عز وجل الإيمان على المشيئة مثل قول الله سبحانه وتعالى إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم فعلق الإيمان والاستقامة والذكرى والامتثال والطاعاء على المشيئة فهل هذا جائز أم لا المعتزل يرون أن هذا غير جائز وأن هذا لا يمكن أن يكون وهذا مبني على رأيهم في القدر لأنهم قدرية وأما أهل السنة فيقول إن الأمر صيغته يمكن أن تكون معلقة على المشيئة لكنه يبقى واجبا عينيا عليهم وجدت من صرح بذلك الآجري في هذه المسألة فقد نص الآجري عليه رحمة الله في كتاب الشريعة لما أورد هذه الآيات التي تعلق الإيمان على المشيئة وكيف أن المشركين لما نزلت عليهم هذه الآية قالوا إن الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم وإن شئنا آمنا وإن شئنا لم نؤمن فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين رد عليهم الأجري في بيان أن هذا التعليق يمكن يقول الأجري بعد أن أورد الحديثة للدعاء المعنى قال فاعتبروا أيها المسلمون هل لقدرين في جميع ما تلوته حجة إلا خذلانا وشقوة أو وشقوة فالمعتزرة قدرية واستدلالهم كاستدلال أبي جهل بهذه الآي أنه لا يمكن أن يكون واجبا معلقا على المشيئة فحيث علق على مشيئتهم فإنه يكون جائزا ولا يبقى واجبا ففي هذه الحال استدلوا به على سقوط الواجبات وهذا كلام طبعا باطل ومن أجول من يعني بيّن هذا الكلام الأجري وغيره من العلماء السنة عليه ورحمة الله مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة نعم هذه المسألة هي التي تسمى تأبيد التكليف بلا غاية وهذه المسألة ينظر لها من جهتين وهناك مسألة ثلاثة ستأتينا إن شاء الله المسألة الأولى من حيث الجواز العقلي وعدمه وهو الذي بحثه المصنف والمسألة الثانية هل لها ثمرة هذه المسألة أم لا سنتكلم عنها إن شاء الله والمسألة الثالثة سيتكلم عنها المصنف بعد ذلك وهو أن الأمر أو النهي إذا كان مؤبدا إلى غير غاية هل يجوز نسخه أم لا سأتينا إن شاء الله في باب النسخ المسألة الأولى وهي قضية الوجود وعدمه ذكر المصنف فيها قولين القول الأول أنه يجوز عند الأكثر ومراده بالأكثر أي أكثر أهل العلم وقال بالعقين نصره أصحابنا وذكر المجد أنه قال به الفقهاء وقال به الأشاعرة الأصوريين وكل هذا صريح بل إن الباقلاني في التقريب حكل اتفاق بين أهل العلم على أنه يجوز أن يرد الأمر إلى غير غاية فيقال صلوا ما بقيتم صوموا ما بقيتم قال الشيخ خلافا للمعتزلة فإن المعتزلة نفوا ذلك وقالوا إنه لا يجوز ونسب المرداوي هذا القول لبعض أصحاب أحمد ولا أدري من يقصد ولربما كان مخطئا في النسبة لأنه يكاد يكون إجماع القول أول إلا خلاف المعتزلة وذلك فإن خلاف المعتزلة ليس كله مقبول لأن خلافهم في الحقيقة خلافهم في الأصول ونحن قلنا في الإجماعات أن الذين يخالفون في المسائل الأصولية يرد خلافهم لأن أصول الاستدلال عندهم مخالفة المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز أن يرد أمر من الله عز وجل على سبيل التأبيد بل لا بد أن يكون منقطعا ما السبب؟ قالوا لأن الأمر لأن المأمور لا بد أن يحاسب في وقت ما بعد وفاته بعد قبض روحه فلو كان الأمر مؤبدا لم بنى عليه أنه يمتثل المأمور بعد وفاته وليس ذلك كذلك وهذا القول منهم بنوه على مسألة التأبيد عندهم وأن هذه التأبيد تسلسل التأبيد المطلق وذلك عندهم في مسألة بعض أهل المعاصي أنهم مؤبدون في النار إما بلسانهم الصريح أو بمعنى كلامهم وهذا القول في الحقيقة أنه في غاية البطلان بل قد حكى المحققون ومنهم الباقلاني أنه خلاف إجماع الأمة يقول باقلاني هذا المذهب خروج عن قول إجماع الأمة بناء على أصولهم الفاسدة التي ذكرت لك طبعا من مناقضة المعتزل لأنفسهم أنهم يجزمون أنه لا يمكن الدوام في الدنيا فيقول إن شخص قد يترك الفعلة في الدنيا لعذر كنوم ونحوه وأما بحثهم إنما هو في الآخرة فالمسألة مسألة عقدية طيب نعم كان في ذهن شيء لكن على العموم هذا متعلق بمسألة المعلقة على سبيل التابع نعم ذكرت المسألة هل هذه لها ثمرة أم لا الخلاف في هذه المسألة نقول ثمرتها أنه لو فرض أن هناك أمر معلق على التأبيد فما فائدة كلمة أبدا نقول فائدتها حيث جاء النص بذلك أنها تكون من باب إفادة التكرار عند من يرى أنه لا يفيد التكرار أو أنها تكون من باب التأكيد على الفعل عند من يرى أن الأمر المطلق للتكرار هذا هو فائدة المسألة باختصار عند من يرى ذلك نعم مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا نعم هذه المسألة من المسائل المهمة حقيقة التي تفريعاتها بالعشرات إن لم أقل لك أو أبالغ أو أقل بالمئات وهي مسألة الأمر بالصفة هل هو أمر بالموصوف أم لا هذه المسألة باختصار هي متعلقة بإثبات الحكم لأمر لم يدل الدليل عليه مباشرة وإنما كان الدليل دالا عليه من باب اللازم فحسب وهذه المسألة لها شبه بمسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ووجه الشبه بها أنها عكس لها فإن الأمر بالشيء إذا قلنا إنه نهي عن ضده فإنه يدل على أنه أمر بلازمه المخالف وإذا قلنا إن الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإنه يدل على أنه أمر بلازمه المواثق وإذلك فإن هذه المسألة فيها شبه باعتبار أنها أمر باللازم وهذا الفرق بين المواثق والمخالف في قضية الأمر بشيء نهي عن ضده والأمر بالصفة أمر بالموصوف لأولد لكم تقسيما أظن هذا التقسيم قد يوضح المسألة توضيحا أجل ولكن سيفرع المسألة تفريعا أكبر لكن سيوضح لنا جميع صور هذه المسألة نقول إن الأمر بالصفة له صورة الصورة الأولى الأمر بالصفة والموصوف معا فهذه لا شك أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف صلي صلاة رباعية صلي صلاة هذا هو أمر بالموصوف رباعية هذه صفته فهذا خارج عن النزاع مطلقا إنما النزاع من في الصورة الثانية رحمكم الله وهو أمر بالصفة دون الأمر بالموصوف والأمر بالصفة دون الأمر بالموصوف يقول أهل العلم إنه ينقسم إلى قسمين باب أيضا تحليم محل النزاع إما أن يكون معلقا أو أن يكون غير معلق أي مطلقا فإن كان معلقا فيقول أهل العلم فإنه لا يدل على حكم الموصوف ومثلوا له قالوا الأمر برد السلام واجب أمر بصفة الصفة رد السلام والموصوف هو رد للسلام الواجب السلام المقابل فالأمر بالصفة هنا لا يدل على الموصوف الذي أمر بالرد عليه لأنه معلق عليه فلا يدل على وجوب الابتداء السلام مثال ثاني عندما يرد الدليل الشرعي بوجوب قراءة الفاتحة أو بوجوب النية في صلاة التطوع ويكون معلقا على الشروع فيها فإنه ليس أمرا بالصلاة ومثله ومثله عندما يأتي الدليل بوجوب إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما ولو كان تطوعا فإنه لا يدل على وجوب حج والعمرة ابتداء لأنه معلق عليه الحالة الحالة الثانية أن يكون أو أن تكون أن يكون الأمر ليس معلقا وإنما يكون أمرا مطلقا فهذه هي المسألة التي أوردها المصنف بأن يكون أمرا مطلقا ليس معلقا على شيء طيب هذا الأمر الذي عبر عنه المصنف قال الأمر بالصفة أمر بالموصوف إذن محله حيث أمر بالصفة دون الموصوف وليس الأمر أمرا معلقا طيب الأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر بالصفة له حالة نتهينا من تحلي محل النزاع الآن بدأنا في شرح معنى الأمر بالصفة فقد يؤمر بالصفة أمر وجوب وقد يؤمر بالصفة أمر ندب ركزوا معي هذه المسألة سأطيل الشرحة فيها بعض الشيء لأنها مهمة تطبيقها على أحاديث نبيه سلم كثيرة جدا لا تكاد تحصل إذن الأمر بالصفة غير المعلقة دون موصوفها إما أن يكون أمرا واجبا بالصفة أو أمرا مندوبا نبدأ بالحالة الأولى لأنها أسهل وهو أن الأمر بالصفة الواجبة هل تكون أمرا بالموصوف وجوبا أم لا جماهير أهل العلم أنها أمر بالموصوف وجوبا فإذا أمر الشارع بالطمأنينة في الصلاة فمعنى أن الصلاة واجبة إذا أمر الشارع بالركوع وبالسجود واركعوا مع الراكعين استدل به العلماء على وجوب الصلاة لما لأنه أمر بالصفة فدل على أنه أمر بالموصوف لأنه على سبيل الوجوب هذا قول غالب أهل العلم لكن حكي عن بعض الشافعية انظروا هذا مسألة دقيقة جدا قالوا إنه ليس بلازم نعم هو في الأصل لكنه ليس بلازم أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف إذا كان الأمر واجبا لكي يخرجوا حديثا واحدا يستدلون به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف أو أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومر معنا تذكرون في درس الحديث وفقه أن الشافعية يرون أن السلم الحال جائز فيقولون إن قول النبي إلى أجل معلوم هذا أمر بوجوب الأجل لكنه ليس بواجب إذ عندنا أي الشافعية أنه يجوز أن يكون السلم حالا نعم الأمر الأول والثاني واجب كيل ووزن ووصف واجب لكن الأجل ليس بواجب هذا قوله وأما الجمهور فيرون أن هذا الوصف واجب فحين إذن يكون الأمر بالوصف الواجب يدل على الأمر بالموصوف وهو الأجل ووافق الشافعية الشيخ تقي الدين فيرى أن الآن سلم الحال جائز لكنه لا يستدل بدليلهم أو دليل بعضهم وإنما يقول إن الأمر بالأجل معلق على صفة فيكون هذا خارج من النزاع في المسأة ذكرت لكم قبل قليل فيكون معناه فإذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوماً بس شوف هذا الاستدلال هذه مسألة الحال والسلام الحال والسلام المؤجل هذه المسألة المهمة التي ربما نتعامل بها في كثير من أحيان خاصة من من يتعامل بالبيع والشراء وعنده محلات فقط معرفة كيف الاستدلال بالحديث المسألة الثانية معنا وهو إذا كان الأمر بالصفة محرم حل النزاع بين قوسين نضاعها صفة مطلقة غير معلقة كما أن هذه الصفة ماذا قلنا ليس أمراً بها مع موصوفها وإنما أمر بها وحدها هل الأمر بالصفة يكون أمراً بالموصوف إذا كان الأمر بالصفة على سبيل الندب يعني أمر ندباً بصفة هل يكون هذا دليلاً على وجوب الموصوف أم لا هذه المسألة لأن هناك الأمر صرف عن الوجوب إلى الندب فالموصوف مأمور به لكن لا توجد قرينة تنقله إلى الندب فيبقى على الأصل الوجوب أو الندب ما لم تدل قرين مثل ما قلنا إذا نسخ الندب أو صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب بقي الاستدلال به عفواً إذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الاستدلال به في الندب واضح المسألة إذن المسألة الثانية عندنا أن يكون الشخص مأمورا بصفاته على سبيل الندب هل هذا يدل على احتمال أن يكون الموصوف واجبا أم لا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال نختم بها بسرعة القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه أمر بالموصوف وهذا هو القول الأول فندب صفة الفعل قد يدل على أن الفعل مأمور به أمر وجوب وبإيقاعه قد يدل ليس لازما لكن قد يدل وذاكي صح الاستدلال به من أمثلة ذلك نص الإمام أحمد فإن أحمد سئل هل الاستنشاق واجب قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة فيه قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فالأمر بالصفة على سبيل الندب هو أمر بالموصوف وهو الاستنشاق لكن لم يدل الدليل على أن الموصوف انتقل إلى الندب فبقي على الوجوب هذا هو القول الأول القول الثاني لضيق الوقت القول الثاني أن الأمر بالموصوف إذا كان للندب فإنه لا يدل مطلقا على كون أن الأمر بالصفة إذا كان للندب لا يدل مطلقا على أن الموصوف يدل على وجوب ولا لد لا يدل على شيء مطلق بل يتوقف فيه وهذا القول يعني قول أبي إسحاق الشرازي عليه رحمة الله وكذلك قول أبي بكر الباقلان رحمة الله على الجميع ونسبها القاضي أبو يعلى للحنفية وذكرت لماذا نسبه لأن وجد في كتب الشافعية نسبة القول الثالثة الحنفية ولكن لعل الأصوب ربما هذا القول له طبعا وجد في كتب الشافعية نسبة القول الأول الحنفية عفوا طيب الذي نسب القول الأول الحنفية هو أبو إسحاق الشرازي الشرح اللومة القول الثالث هذا قول وسط بين القولين ذهب إليه بن دقيق العيد فقد ذهب بن دقيق العيد إلى التفصيل فقال إن الأمر بالصفة إذا كان المراد به الإيجاد فهو أمر بالموصوف وإن وقع الموصوف أي أنه أما إن كان أمرا بالصفة إن وقع الموصوف فإنه لا يقتضي ولا يدل على وجوب الموصوف ثم ذكر أن هناك أدلة أحاديث تحتمل حالتين وذلك يحمل على القولين قال ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم هذا أمر بالإفشاء فيحتمل أنه إذا وقع الإفشاء إذا سلم عليكم فسلموا ويحتمل أوجدوا الإفشاء ابتداء فيكونوا كذلك فيكون مترددا بين الأمرين نعم نقف عند هذا الموضوع نكمل إن شاء الله الدرس القادم في ما يتعلق باب النهي أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا طبعا هذه المسألة يعني تفريعاتها كثيرة جدا كما ذكرت لكم الحنابل يستدلون بها كثيرا جدا في قضية الصفة ولكن يعني بإمكانك أن تبحث في كتب الفقه وتجد كثيرا من ذلك الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل سيكون ليس أسبوع القادم وإنما الذي بعده لأن أسبوع القادم كثير من الزملاء والإخوان قد يكون مسافرا لأجل الإجازة فيكون الدرس أسبوع بعد القادم بمشيئة الله عز وجل بإذن الله عز وجل نعم أجيب عن الأسئلة أظن هناك سؤال قال لي لم أضع أسبوع القادم طيب نعم يقول أخونا طبعا هذا مش كدر سابق هذا أخونا يقول تطبيق القواعد الأصولية على الفقه ما هي الكتب المناسبة لها شوف ما أدعي أجبت عن هذا لكن عموما الكتب التي تبني الفروع الفقهية على الأصول أهمها ثلاثة أولها كتب الحديث هذه أهم الكتب أي شروحات الحديث أعني أهم الكتب التي تعنى بتطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية ومن أجل كتب الشروح الحديث التي تطبق القواعد كتاب ابن دقيق العيد إحكام الإحكام أو إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وقد ذكر المقبل من علماء اليمن في القرن أظن الثاني الحاج عشر أن علماء مكة قالوا له لما جاور في مكة وعلماء لمن أظن قالوا له ذلك أظن لأظن قال علماء مكة لأنه درس على علماء زيدية في اليمن قالوا له إذا أردت أن تعرف القواعد الأصولية وتطبيقها على الأدلة فقرأ كتاب إحكام الإحكام لابن دقيق العيد وقد صدق فهو كتاب عظيم جدا 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 وله كتاب آخر لو وجد ربما يعني قد يؤفي في هذا الموضوع يكون داخل في النوع الثاني وهو شرح ابن دقيق العيد على جامع الأمهات لم توجد إلى مقدمة مقدمته أو ردها ابن السبك في الطبقات الشافعية طيب إذن هذا النوع الأول وهو الرجوع لكتب شرحات الحديث وخاصة الذين يعونوا بتطبيق القواعد الأصولي وهو أهم كتب تخرج الفروع الأصول النوع الثاني كتب الفقه فإن كتب الفقه تعنى بذلك ولكن كتب الفقه ليست كلها على طريقة واحدة فأنت تعلم أن كتب الفقه نوعا كتب تعنى بالتجريد وكتب تعنى بالتدليل فعدد كبير من كتب الفقه مجرد لا أدلة فيها والمدللة أنواع فنوع نوعنى بذكر استنباط الحكم من الدليل النصي وبعضها يتعمد عمدا إغفال الدليل النصي والذهاب إلى الدليل الذي يدل على القياس مع وجود الدليل القريب لا زهداً في الأول ولا عدم احتجاج به وإنما ليبيل المؤلف أن غرضي من التأريف ذلك الشيء فيأتي بالأدلة التي ليست مباشرة من النص فينظر للمعاني المأخوذة من النصوص والعلل والأوصاف ثم بعد ذلك يلحق بها الأحكام وإذاك تنظر في كثير من الكتب التي تعنى بالأدلة فتنتبه لهذا على سبيل المثال المغني هذا من أظهر الكتب التي عنيت بذلك من كتب الشافعية كثير الشافعي يعلم بهذا الباب كثيراً وخاصة الذين ألفوا في القرن الرابع والخامس والسادس ثم قل بعد ذلك فكتاب التعليقة القاضي حسين طبيعي منها مجلدان والتعليقة لأبي الطيب الطبري هي موجودة وحققت في عشرة رسائل في الجامعة الإسلامية لعلها تخرج إن شاء الله مليئة بالاستدلالات العجيبة كتب الحنابلة من أهمها كتابها لو وجد كاملين لرأيت فيهما أهم مسائل تطبيق القواعد الأصولية الكتاب الأول التعليقة لأبي يعلى طبع منها سبعة وفي الطريق ثلاثة الثاني كتاب الانتصار لأبي الخطاب الكالوذاني لم يوجد إلا قطعة إلى كتاب الزكاة الثالث وهو كتاب عظيم جدا في الاستدلال وهذه الكتب الثلاثة لم أذكر لك الثالث لكن الثالث وهو شرح العمدة للشيخ تقييدين بن تيمية فإنه يبني في هذا الكتاب الاستدلالات على أصول أحمد وأصحابه وغلبهم أصول فقهاء الحديث رحمة الله على الجميع هذه الكتب الثلاثة من أهمها والمغني جيد لكن هذه الثلاثة الأوائل هي أهم الكتب إذا أردت أن تعرف القواعد الوصولية بطريقة عكسية تأخذ الفرع وكيف استدل له بينما الأحاديث من الحديث نفسه فهي عكس طريقة المحدثين الطريقة الثالثة لأجل وقت وهي مسألة عفواً وهي طريقة كتب تخريج الأصول تخريج الفروع على الأصول وهذه الطريقة ألفت مؤخراً ألف فيها التلمساني مفتاح الوصول وألف فيها الإسنوي كتابه التمهيد العلائي في المجموع المذهب من الحنابلة المؤلف وهو ابن اللحم ألف كتاباً اسمه القواعد ويشيرون إليه بالقواعد الأصولية يفرقون بينه وبين كتاب شيخه ابن رجب القواعد الفقهية لأن ابن رجب قواعده فقهية وهذا قواعده أصولية في الغالب وإلا قد يورد هذا نوعاً من النوع الثاني والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية يستنبط بواسطتها الحكم لا يستنبط منها بينما القاعدة الفقهية يستنبط منها الحكم فلا يحتاج أنك ترجع إلى إلى دليل شرعي فتنظر فيه مثاله لما نقول الأمر للوجوب لا يدل على حكم لكن لما تطبقه على قول الله عز وجل وأقيم الصلاة دل على الوجوب لكن القاعدة الفقهية بنفسها تدل على الحكم مثاله عندما نقول إن المنافع كالأعين فكل ما صدق عليه من الأعيان حكم يثبت المنفعة فالعين يجوز بيعها فالمنفعة يجوز بيعها العين يحكم بغصبها فالمنفعة يحكم بغصبها العين مضمونة فالمنفعة مضمونة كذلك العين توهب فالمنفعة توهب العين ينكر استفاؤها بالنفس وبالغير فالمنفعة كذلك إذن هذه القاعدة بمجردها استطعت أن تأخذ أحكاما كثيرة بناء عليها بينما القواعد الأصولية لا تختلف طيب هذا ما يتعلق بالكتب لكن عموما هذه الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول في الحقيقة يعني تولد لك أمثلة مكررة وذلك الأمثلة التي أوردها الإسنوي هي التي أوردها صاحبه ونبنه اللحام في الغالب لكن لو نظرت في كتب الفقه مباشرة أو في كتب الحديث مباشرة ربما تجد أشياء كثيرة جدا قد لا يصرحون أنها مبنية على هذه القاعدة ولكن على اجتهادك أنت وبنظرك وبتأملك تكتشف ذلك النوع الرابع من المؤلفات كتب الأصول الأصل أن كتب الأصول لا يوجد فيها فروع فقهية هذا الأصل حتى أن هذا من أغراضهم وقد ذكر الغزالي في بعض كتبه أنه يجب أن تكون كتب الأصول لا فروع فيها لكي لا يتعصب القارئ لفرع ما إذا كان القارئ أو المتعلم يدين الله بمذهب ثم وجد أن هذه القاعدة التي أمامه تخالف مذهبه فيبني على ذلك أنه سيذهب القول الثاني بناء على فرع فقهي ظن أنه متخرج على هذه القاعدة فيقول يجب أن تكون مجرده بعض المحققين مثل أبو محمد بن الجوزي أو أبو محمد الجوزي في كتبه يقول هذه طريقة غير صحيحة بل لا بد من الإتيام بالأمثلة لكي يتضح المقال ولكن يقول كثرة المثال أمثلة تجعل مضمون كتب الأصول يخرج عن أصله فيكتفى بمثال أو بمثالين ولكن المحقق من العلماء الأوالي أتي بمثال لم يسبق له في كتب الأصول والغالب أنه ينقل أمثلة المتقدمين كما أن القياس لا يوجد فيها مثال إلا الخمر وقياسه على النبي مع أن القياس وهو قياس العلة ربما يكون بعشرات الأمثلة أو بمئاتها هذا الذي جعل الغزالي لما قال أنه ينفصل جعل فقهاء المذهب يخالفون أصوليهم فالغزالي نفسه ذكر في بعض كثير من المسال الأصولية أن الأصوليين من الأشاعرة يخالفون الفقه أشار لهذا في أكثر من موضع في المنخول وفي غيره والصواب هو الوسط أن الإنسان ينظر في الفروع الفقهية ولكن ربما كثرة الفروع الفقهية لمتعلم الأصول تشغله عن الغرض الأساس ولكن من المناسب أن يولد عددا وسطا بينهما آخر سؤال للأسئلة كثيرة لأن بعض الأخوان يقول أعد الدرس في بعض الجزئيات مسألة طبعا هنا سؤالا أحدهما يقول اللحوم المستوردة ما حكمها باختصار شديد لأني وعدت في الحديث عنها نعم محسنت اللحوم المستوردة شوف عموم اللحوم ننظر لها بثلاثة اعتبارات القطع بمعنى اليقين والأصل والظاهر عندنا ثلاثة أشياء نبدأ أولا كل لحم موجد فيه قطع أو يقين فنعمل باليقين من تيقن أن هذه الذبيحة ذبحت مع فقد أهلية المذكي أو مع فقد صفة التذكية الشرعية وشروطها فإنها تحرم ومن تيقن أنها ذبحت بشروط المستوفات للذكاة الشرعية فإنها جائزة كيف يكون اليقين إما بحضوره الذبحة أو مباشرته هو نفسه له أو بالإخبار فيقول حدثه من يثق فيه أو من يشرف عن المسلخ أو علم أن المسلخ استفاض أن هذا المسلخ يقوم بهذه الطريقة فهذا يكون بمثابة اليقين ومرة معنا أن الاستفاضة تقوم مقام التواتر وهذا واضح الحالة الثانية الأصل والظاهر نطبق الأصل والظاهر معنا الأصل عندنا قاعدة الأصل في اللحوم الإباحة هذا هو الأصل وذكر بن قيم قاعدة أخرى وهو أن الأصل في اللحوم الحرمة وحمل القاعدة الأصل في اللحوم الحرمة على مسألة إذا تردد في وجود الشرط وفقده صورة ذلك من تردد هل ذكر اسم الله أم لا على الذبيحة من تردد هل ذكيت بطريق شرعي أم لا فكلام بالقيم يقول إن الأصل في هذا اللحوم المنع والحرمة لأن الشك إنما هو في وجود الطارئ وليس الشك في الأصل فحينئذ يكون الأصل الحرمة إذن الأصل في الحل فيما إذا كان نوع اللحم أهو لحم محرم أم حلال فالأصل الحل اشتبه حلال بحرام فالأصل الحل لكن إذا اشتككت في الشرط فالأصل الحرمة لأن الأصل عدم وجود الشرط لأنه طارئ هذا ما يتعلق بالأصل هناك أمر آخر يسمى الظاهر ما هو الظاهر؟ الظاهر هو الغالب من فعل الناس فعلى سبيل المثال عندما يكون شخص في بلد يغلب على أهله الإسلام فالظاهر أن الذي يذبح إنما هو مسلم عندما تكون في بلد يغلب عليه أهل كتاب فالظاهر أن الذي يباشر الذبح كتابي نعم قد يكون بوذيا أو لا دين له لكن الأصل أنه الظاهر أنه كتابي فهي يسمى الظاهر المسألة كلها مبنية على مسألة تعارض الأصل والظاهر إذا اتفق الأصل والظاهر فلا شك أنه ممنون مثاله إذا جاءك لحم من بلد غير كتابي من بلد وثني بوذي هندوكي مجوسي فالأصل الحرمة لاجتماع الأصل والظاهر أدى اللان على المن لكن لو تعارض الأصل والظاهر طبعا إن وجد يقيم مثل تأتي كذبيحة من أي شيء ووجدت الرأس متصل بالبدن فلا شك أنه محرم هذا يقيم لأنك رأيت عدم الذبح لكن لو تعارض الأصل والظاهر مثل لو أتت كذبيحة في بلد غير مسلم فهل يجوز أكله أم لا الأصل عدم ذلك والظاهر أنه بلاد وثنيين فقد يستخدمون ذلك فقد يستخدمون يعني عفوا الطرق الشرعية نقول في مسألة الظاهر أن الظاهر دائما يغلب مسألة الأكثر الأكثر فيكون ظاهرا وإذا كيسمى تغريب الأوصف إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم الأصل أم الظاهر قالوا يقدم الأصل في أحيانة كثيرة والظاهر في أحيانة كثيرة فأحيانا نقدم هذا وأحيانا نقدم هذا وفي مسألتنا قالوا نقدم نقدم الظاهر على الأصل وبناء عليه فاللحوم المستوردة هذا أذن تقيد الأصولي فاللحوم المستوردة إذا وجدت عندنا هنا في المملكة فإنها جائزة لأن الظاهرة أنها ذبحت بطريق شرعي لأن هيئة الغذاء والدواء لا تسمح للحم يدخل البلد إلا وقد أخذ إذنا عن طريق الرقابة فعندهم مندوبون في البرازيل بكثرة وفي فرنسا لأن دائما الدجاج غالب يأتي من فرنسا ومن البرازيل فعندهم هناك مراقبون يراقبون هذه المصانع المنشآت فكما يشترطون شروطا معينة هيئة الغذاء والدواء بلد المنشأ مواصفات معينة يشترطون هذه الشهادة كانوا يأخذونها بالتعاون مع مراكز إسلامية معينة ثم أصبحوا هم يجعلون مندبيه مباشرة لأن هذه الرخصة أصبحته مقابل أن هذا المندوب أنت لذي تدفع له المال وبناء عليه فتكون هيئة الغذاء والدواء عملها مثل الختم التجاري الموجود باسم حلال فهي مشرفة على هذا الشيء لكن لو كنت في بلد ليس كذلك فنقول يغلب الأصل وهو المنع عفوا يغلب أفوا الظاهر بل الأصل والظاهر كلهم يدلوا عليه فإن الظاهر أن الغالي في البلدان الآن الصعق وعدم الذبح الشرعي كما أن الأصل الحرمة فدل ذلك على التحريم أنهم يذبحون بطريق غير شرعي والأصل التحريم إذن في غير البلاد التي فيها ظاهر قوي كالمملكة أو البلدان التي تشترط علامة الحلال فالأصل عدم جواز الأكل إلا أن يكون ذلك مقرونا بظاهر يدل عليه كأن يكون أهل بلد يغلب عليهم ذلك وصلى الله وسلم عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر موسيقى نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر